ده أنتوا نظام فعلا أصدق ما قيل عنكم أنكم نظام مهزأ لا يعترف لا بقانون ولا بأي حاجة طيب تعالوا نرجع لنقطة مهمة أوي وهي الرواتب بتاعة الشباب اللي بيهربوا بر مصر سواء ده كثرة مهندسين أو لعيبة هتلاقي الرقم غريب جدا ونحوله بالدولار مع بعض عشان نعرف هو كان بالزبط طيب رواتب النوابغ في مصر الرقم هو 3000 جنيه شهريا ده تقريبا متوسط الأجر بتاعهم لو مهندس لو موظف لو محاسب لو طبيب لو معلم لو بطل أولمبي هتلاقيك بتلف في 3000 دولار الدولار النهاردة بتلاتين جنيه وتسعين قرش يعني أنت بتتكلم تقريبا في 100 دولار مش كده يا جماعة 100 دولار صح فرواتب الجماعة دول الحمد لله في الشهر تقريبا 100 دولار فإزاي بيهربوا إزاي يعني ده 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 خونا ده عملة ده أعداء الوطن إزاي يسيب المئة دولار للنظام بيمن عليه بيها ويهرب يروح بلد تاني عشان ياخد 1000 ولا 2000 ولا 10,000 دولار إزاي ما صحيح يا جماعة عشان كده أنا سألت في مقدمة الحلقة وهختم الفقرة دي بنفس السؤال يا جماعة الخير أنتوا عايزين مننا إيه؟ هو النظام عايز مننا إيه؟ يعني هل إحنا كتب علينا لدى هذا النظام أن يكون الشباب المصري إما بين قتيل أو سجين أو فقير مش لاقي يا كله؟ يعني هو ده في شرع مين؟ هو ده في عرف مين؟ في قانون مين؟ ورد في أي كتاب الكلام ده أن أنت استعبدت الناس عندك في مصر فإما أقتلك وتبقى في القبر يا إما أنت مرمي في السجون ولو خرجت منها وصفرت بره أجيبك ورجعك السجن تاني يا إما أنت زي الشباب دول بتاخد فتات الفتات والمفوت ترضى بيه وتضرب بالجزمة وانت ساكت ولو صفرت بره نطلع عليك كلاب في الإعلام يقولولك أنت خاين وعميل وتخليت عن بلدك ويطلع مسؤول يعترف أنه بيخالف القانون ونقول له لا وصاص دي غلطة أن أنت ما خلفتش القانون كان لازم تخلف القانون مرحبا بيكو في النظام المهزأ برئاسة عبد الفتاح السيسي